طيب الوضع ايه بالنسبة لنادي الزمالك الان فيما يخص جوزوالدو فريرة الموديل الفني طيب الكلام انه العملية رايحة شوية لرحيل المدرب والنادي الزمالك يبحث عن حل بالتراضي عشان الشرط الجزائي ليه فريرة اللي هو 3 شهور راتب في اللي احنا بنتكلم في 170 الف دولار في الشهر عد بقى فيه 3 شهور راتب تتكلم في 510 الف دولار تقريبا فالزمالك هيحاول يوصل لحل بالتراضي مع فريرة بشكل مؤقت الاقرب مين لتدريب نادي الزمالك لو راح على فريرة خد بالك عشان يبقى الكلام ضقيق الزمالك لسه عنده اجتماع مجلس ادارة وممكن يتفقوا في الاخر انه فريرة يكمل بغض النظر عن الشرط الجزائي وخلافه لا انه فريرة الافية دي نادي الزمالك انه فريرة يكمل بس لو راح على فريرة او اتخذ مجلس الادارة كراب برحيل فريرة ففيه اسماء مرشحة منهم ان الكابتن اسماعيل يوسف المدارب العام يكمل كمدير فني منهم ان كابتن اسماعي نبيه يبقى موجود او الكابتن خالد جلال وكمان اتطرح اسم الكابتن ايمن الرمادي مدير فني لفريق اسوان اتطرح اسم الكابتن ايمن الرمادي ده الوضع بالنسبة لنادي الزمالك